أسامة شاب تقي مثقف وذكي بعد تخرجه من الجامعة تحمل مسؤولية الإنفاق على والده المريض وأخته الأصار منه فعمل بمصنع للصابون لعدم وجود عمل يقدر شهادته وبالرغم من ذلك كان رئيسه في المصنع الأقل منه علما وذكاء يهضم حقه وينسب كل أفكار أسامة لنفسه أمام صاحب المصنع وكلما حزن أسامة لذلك كانت أمه توصيه بالصبر وتدعو له وكان والده يقول له ثق بالله واعلم بأنه سيعوضك قريبا فهو القائل في قرآنه الكريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أدر من أحسن عملا وفي أحد الأيام تعرض صاحب المصنع لمشكلة كبيرة أصابت سمعة مصنعه وهددته بخسارة كبيرة وكانت المشكلة عبارة عن أن بعض علب الصابون الذي ينتجه المصنع تكون فارغة وذلك بسبب سرعة الماكينة أثناء التغريف فجاء صاحب المصنع بخبراء لكي يجد له حل فأخبره أحدهم أن الحل الوحيد أن يأتي بماكينة ليزر توضع فوق خط سير الإنتاج وتكشف كل علبة تمر وترى هل بداخلها صابون أم لا وأبلغه أن سعر هذه الماكينة 200 ألف دولار فعضب صاحب المصنع عندما سمع التكلفة وبعد تفكير عميق قرر أن يشتريها وخلال فترة تفكيره دخل عليه أسامة وقال له أعطني 100 دولار وسأجد لك حل تعجب صاحب المصنع من كلام أسامة الذي لم يره من قبل ثم أعطاه المبلغ وانتظر الحل وفي الصباح أتى أسامة بمروحة اشتراها بالمبلغ ووضعها أمام خط سير الإنتاج وقامت المروحة بتطيير أي علبة فارغة ليس بداخلها صابون والعبوات التي بداخلها تمر على خط الإنتاج ولا يحدث لها شيء ورجعت سمعة المصنع كالسابق وأكثر مما أسعد صاحب المصنع الذي كافأ أسامة بمبلغ كبير وجعله ساعده الأيمن فأجرى لوارده العملية التي كان يحتاجها وتم له الشفاء كما قام بتجهيز أخته بعد خطبتها ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر